بس لأنه خبر عاجل وحدث منذ لحظات قليلة جداً فأقول لكم الخبر الأول بعد كينا نخش نتكلم في حيات كتيرة أوش الخبر هو الزمالك ينهي رسمياً تعاقده مع سامسون أكينيولا اللاعب منذ لحظات قليلة وقع المخالصة واللعب أصبح خارج نادي الزمالك بشكل رسمي بعد كثير من المفاوضات مع اللاعب لتقليل مستحقاته المالية وبصراحة شديدة من اللاعب دور البطولة في هذا الأمر وأنهى هذا الأمر بحسن معرفنا وبحسن معرفنا تفاصيل الجلسة اللي كانت من شوية هو كابتن حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تعامل مع اللاعب وتعامل مع محاميه وقدر ينهي كافة الأمور المالية مع اللاعب واتفق مع اللاعب والمحاميه أن المقابل المادي اللي طلبوا اللاعب اللي هو يزيد قليلا عن نصف مليون دولار يتم تقصيته على عدة أقصات بمسافات بعيدة يعني حتى الزمالك لأنه يتحمل بلق فلوس كده أو رقم كبير في الوقت الحالي على أقصات بعيدة المدى وهنا انتهى مشوار سامسون أكنيولا مع الزمالك رسميا مشوار كان مشوار سيء جدا بلا أي فائدة بلا أي إضافة صفقة جات بدون عنوان واخد فلوس كتير أوي وبدون داعي بس خيرا نفعل نادي الزمالك أنه أخيرا قدر يفضي مكان لأجنبي جديد قد ينضم للفريق في يناير بعد رفع يقاف القيد مين اللي هيجي مكان سامسون أكنيولا قولا واحدا وفي إيجاريا اللاعب الإنجليزي اللي جي فترة في نادي الزمالك عمل معايشة من شهر تقريبا وبعد كده مشي جوزي جوميز مقتنع بي جدا هيخش مكان سامسون أكنيولا في قائمة نادي الزمالك بمجرد رفع إقاف القيد في مستحقات باتشيكو مرة أخرى خبر عاجل من رقم عشرة الزمالك ينهي رسميا تعقده مع سامسون أكنيولا دا الخبر